السلام عليكم ومرحبا بكم بشيوة جديدة مشيوة ام اناس اليوم اجبت لكم واحد اقتراح لوجبة الصحور لرمضان او لا تقترحها كذلك الاطفال ليلكم او لا هكذا كوجبة عشاء فسهلة جدا وصحية كدي سرحة معلكة والمريقة ديلا خاطرة قدمتها طبعا مائتي من عناع هي السلام فاذا بغيرت تعرفوا طبعا الاسرار ديلا هاد الوصفة هي معلكم الى تتبعوا الفيديو من اول تنهاية ويالله ديريكت مباشرة للمقادر عندي هنا فلفلاء عندي هنا بصلة كبيرة واربع حبات من الطماطم ثلاثة ديلا الفصوص ديلا التسوم بالنسبة للفلفل فبالامكان ديلكم تستعملوا لون واحد فقط عندي هنا الكبداء ديلا حولي وعندي ربع اللي كان مع جنوس او القصورت قدروا تستعملوه بجوج مخلطين عندي في هاد الماكينة قدي نعمل ثلاثة ديلا الفصوص ديلا التسومة انتوما يلا ما كانتش عندكم الماكينة فكتشبروا البصلة ديالكم كتشلدوها الى قطع صغيرة ومربعات صغيرة جدا كذلك الفصوص ديال التسومة وسافي يعني كتحصلوا على واحد الخالط ما بين التسوم والبصلة مشلدة كنشحروها جيدا في المقلات فنخليكم ان شاء الله مع السور جميل في هاد الماكينة ما كتتحنش يعني سكتسولي البصلة ما فقط يعني كتشلدوها بهذا الشكل ها هو عندي هنا في واحد المقلات اللي كتكون مقلات غرقاء إلا كانتش عندكم طنجرة فكذلك يعني تقدر تنفع عملت انا هنا زيت الزيتون اللي طبعا كيكون صحي أكتر صحية إلا ما كتعجبكمش عفوا زيت الزيتون فبالإمكان ديالكم كذلك تستعملوا زيت نباتية سفي غادي نشحر البصلة وكذلك ثلاثة ديال فصوصة ديالتون وغادي ندوز مباشرة غادي نقطع البابريكا لأنه احتى الفلفل كيحتاج الوقت يعني احتى وخصوه يدبال مع البصلة سفي غادي نشد للمغطة ديالي وغادي ندوز نقطع إن شاء الله الفلفل فسفي بالنسبة للفلفل نقطعه كذلك إلى شرائح طويلة أولا ثم غادي نقطعهم إلى مربعات صغيرة جدا طبعا تقطع كيبقى اختياري كل ربط بيت وطريقة تقطع دياله بالنسبة لي لأنا كيف ما كتلاحظو استعملت هنا يا نصف خضر ونصف صفر لأنه كان عندي هيدا في طلاجة قطعتين يعني كنت سبق لي استعملت جد الألوان وبقاولي جهد نجد نصوصا انتما إلا كانت عندكم فلفل أوحدة خضرة فقط كتستعملوا لون واحد أو لكتنوعوا يعني الاختيار كيبقى طبعا لكم صفي فالبصلة يلا بدت كتشحر قطعت ديريكت يعني مباشرة بعد مرميت البصلة تشحر قطعت الفلفل وغادي ندفها مباشرة في الأول ما غادي ندف حتى شي توابل لأنه كيف ما كتعرفو ما غادي ندف لا ملح لأتوابل لأنه إن فوا معروف كتضيفوا توابل غا تبدأ تلتساق معكم لأنه هاد الأكلة ها هي ما كان نضيفوا لهاش الماء فقط يعني قليل جدا فقط صفي قادي نخلط الكل جيدا على نار هادئة حتى البصلة والبابريكا أي الفلفل لي أنك اطلقنا المريقة أو الماء وكتولي فيها الماء صفي هنا يا كيف ما كتشوفوا عندي هنا فات تبصل عندي الكبدات الحاولي فأنا أفضل المهمة دي كتبقى كل واحد والدوق دياله كنفضل هنا الكبدات ديال الحاولي إلى الكبدات ديال البقر لأنه كتجيني شوية مجهدة ما عرفتش كتبولي في تعليقات ديالكم ثم ما أوش كتعجبكم الكبدات ديال الحاولي أولا ديال البقر صفي بالنسبة للكبدات غادي نشبر غادي نقطعها أولا إلى شرائح طاويلة ثم إلى مربعات صغيرة طبعا الحجم كيبقى اختياري أنا هنا قطعتها إلى مربعات متوسطة الحجم هيدا باش الإنسان ما كياملو حتى تغميس ديال الخبز كتجيه هي هديك صفي غادي نكمل إن شاء الله تقطع ديال الكبدات وغادي ندوز إن شاء الله للتالي فهنا العديد غادي تساءلوا ليش ما شحرتش الكبدات من الأول يعني مع البصلة أولا شحرة قبل فبالنسبة للكبدات بنسبة لربات البيوت المبتدئات ممكن هدارش هنا طبعا الحريفيات ومحترفات فالكبدات ما كتشحرش نهائيا إذا شحرتوها فكتولي يابسة وقسحة ما فيها ما يتسنكل يعني كتولي بحل قومة لذلك حتى كان طيبو كل شي وهي اللي كنضيفوها في الآخر عاد كنضيفو التسواب اللي أنو يضغيه كالطيب كذلك واحد الحاجة أخرى وحل الملاحظة آخرى بحل الجاج البلدي لأنو الجاج البلدي شح ما شحرتوه في كيزي ديولي قسح يعني هاد الجوج ديال العنصران يعني الكبضة والجاج البلدي ما كيتشحرش بوحده في الزيت يعني مش بحل لحم صفي هنا في المستحانة أخذت جوج ديال ماطيشات غادي نبدأ بجوج ماطيشات ثم غادي نكمل الحبات الأخرى لأنو الماكينة هاد الشي اللي هزتلي يعني جوج الحبات ماطيشة كيف ما كتشوفوه قطعتو من هنا بالقشر ديالهم ودفتليهم بشوج ديال الربيع ديال مع قنوس فغادي نتحنوه جيداً انتوما إلا ما كانتش عندكم هاد الماكينة فيفضل كتقشرو الطماطم ديالكم وكتقطعها صغيرة جداً إلى مربعات صغيرة كذلك الربيع كتقطعوه صغير جداً بالنسبة للدول العرب كيقولوا ليشني هو الربيع فالربيع هو القصبر أو الماكدونس مش هي ضرورة يكونوا بجوج يعني واحد كافي جداً إلا كانوا عندكم خلطين فكتعملوهم بجوج صفي فهاد الماكينة هي صراحة كتسهل مأمورية صفي كيف ما كتشوفوه البصلة من بعد ما تشحرت جيداً كذلك الفلفلة تبالت معي نضيفو ديك الحبتين ديال الطماطم اللي تحناهم مع الماكدونس صفي غادي نعمل نفس العملية لحبتين طماطم ديك الجوج طماطيشات ماطيشات غادي نطحنهم جيداً كيف ما قلت لكم أنا كتستغنى وطبعاً إلى القشر أنا بنسبة الماكينة فقط تحن كل شيء الماكينة تبقى تحاجة كتباً طبعاً كلها وحدة والضوق ديالك اللي كيعجبها ماطيشة بالقشر كان اللي كيعجباش كان اللي كتنقل الزرعة فطبعاً هذا كيبقى كل ربة بيت وطريقة الطبخ ديالك صفي غادي نطحن الكل جيداً وغادي نضيف الكمية الأخيرة كذلك للمقلات وغادي تبقى معي إن شاء الله باش تشوفوا التتبيل الخطيرة وصرف هاد التعليكة وكذلك الصرف البنة ديالكبضة فكيف ما قلت لكم الكبضة ضروري ولازم جداً أنكم ما تشحروهاش يعني تبعوا هاد الطريقة وهاد المراحل اللي قلت لكم وغادي تشوفوا العجب صفي بنسبة للكمية الثانية غادي نضيفوا هادا بقى ثم غادي نبدأ إن شاء الله نضيف في التوابل فسفي هنا ياضفت الكمية الثانية ديال طماطم والربح وهنا غادي نضيفوا التوابل قمنا نضيفوا التوابل هنا ياضفت تقريباً نصف كأس من الماء فقط يعني باش خسلس ديك ديك الإناء فقط ما نكتروش الماء هنا ياضفت الملح هنا غادي نبدأ نضيف إن شاء الله في التوابل هنا غادي نضيف ملعقة صغيرة ملوقة من البابريكا التحميرة يعني بودرة اللي قتكون طبعاً حلوة السير في البنة لو هو الكامون الطاري أنا طحنته على اليد ديالي مطحوني يلا طحنته ضفت ملعقة صغيرة ونصف كأعطيها واحد مدعق خطير جداً هاد شرمي لها هي أو كيف كتقول لنتم هاد شرمو لا ديال الكبدة صفي ضفت هنا يا ربع ملعقة صغيرة ديالي بزار أي الفلفل الأسود ثم غادي نضيف طبعاً الكركم أي الخركم وكذلك الزنجبيل طبعاً التوابل كتبقى على حسب أنتم اختياري ولكن ما تستغنوش على الكامون فالكامون كيعطيها واحد المدعق رهيب جداً ما نوصفوش لكم بالنسبة للموقع الدارو جداً ما يكون على نار هارئة جداً باش ما تلتساقش معكم لأنه دبع من التوابل غادي تقابلوها إن شاء الله بالتحريك إلي لغتوها كتلساق كتضيفو لها القليل أو لكأس من الماء يعني عوض نصف كأس كتضيفو كأس من الماء وصفيك تخليوها تكطيب على خطرة فالكبدة ما كتديش نهائياً وقت في الطيب فها هي ما شاء الله شوفو معيها المريقة خاطرة المدعق والريحة يا سلام هنا في المرحلة الأخيرة قبل خمس دقائق ما غادي نتفيه على البوتاق وما نتفيه على البوتاق قبل خمس دقائق القليل السودانية كتعطيها واحد مدعق خطير ورهيب جداً طبعاً الناس اللي كي حبوا يعني الفلفل الحار أو المدعق الحار في الأكل طفي فكيف ما كتشوفو المريقة كتدي خاطرة والكبدة يا سلام هنا يعمد جدي الكويسات بقاتا يمنعنا على حقه وطريقه كانت منتنا الإعجاب ديلكم والاستحسن ديلكم طبعاً أكلة سريعة وسهلة وبنينا في المتناول تصلاح هيدا طبعاً كفكرات عاشاء أو للسحور ديال الرمضان تقدروا توجدوها طبعاً تومك في قبل يعني من بعد المغرب يعني في وقت الفطور وكتتخنوها في السحور يعني لا بأس بها أجبكم فيديو ما تبخلوش عليها بلايك ديلكم والتعليقات ديلكم والبرتاج ومبقى ليخوتي اللي نقول لكم عشركم مبروكة والسلام عليكم